السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي انا نتمنى انكم بخير وعلى خير في المكتب ان تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو اليوم اجيز ان شاء الله سنتقسم معكم الاروز مبخار كي يجي واعر بزف حبا على اختها كما تلاحظوا معي فالجربتو هذا الطابق ان شاء الله بها الطريقة معمركم بقي ستتغنى طابق اللي واعر بزف وغد نتقسم معكم الروز مبخار كي ما قلت لكم الطريقة اللي سهلة وبسيطة وكي يجي حبا على اختها كما تلاحظوا فمعلكم اخواتي غير تتبع معي الفيديو ورحتها الاخير بشوفوا معي جمال مراحل ديالو قبل ما لبديو الفيديو ديانا كفنا العادة منسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبرك على سيدنا ومحمد وعلى آله وصحابه اجمعين دزل الطريقة والمكونات مع بعدياتنا فبسم الله على بركتي الله أولي حاجة غدي نحضروا هو القاروس خديت هنا تقريبا كيلو قلاروب ديال القاروس غسلتم زيان كيف ما لحظتم معي ضروري ما توصلوه وتعاودوه باش ما يبقاش في ذاك نشالي يالو وحتى ذاك لغبرة يعني كي يكون مغبر ضروري ما توصلوه وتعاودوه من بعد مما غسلتم غدي نحض هنا واحد ايناء ولا قاسرون كيف ما كاتلاحظو وغدي نوضع فيها من بعد غدي نوضع وحد الكيمية ديال تقريبا واحد لمدة خمسة دقيق من بعد ما كي بدي غلي خليتو كي تسلق هنا خذية كوكوت أو طنجرة خذ نوضع فيها العطرية أو التوابل حتى جيت معلقة صغيرة دياس كينجبير معلقة صغيرة من الخرقم البلدي ايضا رسم معلقة اللي هو الفلفل اسواد او الابزر الملح بطبيعة الحالي كيبقى لحسب الضوقة ديال كله واحد ومنسوش انه ناضجة يعني الجج ديال ناضجة غسلينه بالملحة والحامض يعني الملحة يكون يزينكم كيف ما كنقولو ومن بعد غدي نضف هنا واحدة رشة ديال الملوين غداء اللي هو الزعفرن كيبقى اختياري مكلكو ما تضيفوش ايضا كنضيف تقريبا معلقة كبيرة ديال ربع مبين قصبر ومعندلوس مقطع هرقيق وثلاثة ديال الفصوص ديال التوما حكيتم كيف ما كتلاحظوا من بعد ايضا هنا كنضيف معلقة صغيرة لي كتكون عمره مزيان من السمن البلدي السمن ديال البقر وكنضيف كاس قلاروب ديال زيت الزيتون انا استعملت فقط زيت زيتون يمكنكم التوما ديروا خالط ما بين زيت زيتون وزيت نباتية مويمة الحسب اللي متوفر عندكم كان عندكم غير زيت زيتون استعملوا لي زيت زيتون كيجي احسن وافضر ضفت تقريبا نصف كاس ديال اللماء صافيه كنحرك مليح ديال التوابل مع بعض ومن بعد هنا كنضيف القطاع ديال الدجاج اللي عندي بالنسبة لكمية ديال الدجاج كتبقى على حسب الاعداد ديال افراد ديال الاسرة ومنين ما بغيتوا تستعملوا يعني الدجاج انا استعملت غراد الفخيدات هادو وانتوما كيبقى لكم الايخ تيار من بعد هنا كنضيف جوج حبات ديال البصلة متوسطين اللي كنكون شلطهم او قطعتهم مربعات ومن بعد كنضيف الكوكوت او طنجرة ديالي على نار كتقلق او كتشحر بالنسبة للاروز من بعد ما كتمر خمسة ديال الدقايق كندير الاروز ديالي فوحت الشبكة كنديرو تحت الروبين يعني تحت سقايق كنغسلوه مزيان ضروري ما كتغسلوه مزيان باش ما يبقاش فيه كيمكد لكم دا كنشا وما يتعجنش معاكم من بعد كنوضعو في واحد الكسكاس وكنوضعو يتبخر او يتفور التفويرة الاولى لمدة ديال خمسة وعشرين دقيقة خليت الاروز ديالي كيتبخر رجعت هنا بالنسبة للكوكوت هانتوما حتى كتقلة داك طريفة ديال الدجاج مع البصلة كتنزل وهنا في هذا المرحلة غدي نضيف واحد الكيمية ديال الحمص اللي كان عندي ديجا في المجمد ديجا طيب عندي نص طيبة ايضا واحد جوج حباد ديال الجزر او الزرودية واللخزو مع حباد ديال ماطيشة كبيرة محكوكة ويمجربوا الاروز بها الطريقة وردوا عليه كي يجيوا واعر واعر بزخ غدي يحمقكم يمكنكم تزيدوا ايضا حتى واحد الوريقة ديال سيدنا موسى انا صراحة نسيتهم حتى وما كيعدوا واحد الماضاق واعر بزخ صافي وكان ربوي بالماء وكان سيد على الكوكوت تقريبا انا كواحد عشرة دقيقة يقرأ في الساعة كي يطب الجيش هنا رجعت بالنسبة للاروز ديالي من بعد ما تبخر او تفور تفويرة الاولى تقريبا من الكسكس يعني كنديرو في واحد القصرية كنوضع عليه اول حاجة واحد الرشة ديال الملح الليك تبقى على حسب التوق دير كل واحد وغدي نحاول رشو بجوش كيسان ديال الماء يعني جوش كيسان هادو ديال الرايب او ديال العلبة وغدي نحرك بحال هاكا وغدي نخليه لمدة ديال عشرة دقيقة حتى كيتشرب دك الماء اللي كرشو به يعني حتى كيتشربه وكيف زك يزيد كيف زك وكينتافخ بطبيعة الحال وعد من بعد غدي نردو يتفور تفويره الثانية اللي هي تفويره الاخيرة انا كنفور غرجوش ديال المرة ما كنزيدوش صراحة انا راه ديجوك باختجيت معاكم طريقة ديال تفوير ديال الاروز وكانت عجبتكم بزاب بزاب ديال الاخوات عجبهم الفيديو راه عندي في القناة سيلا بغتو تشوفوه هذي الطريقة اللي ما كنبديلهاش اللي عمرها حش متنين عمروا الروز متعجل ياك يجي ماش بطريقة اللي سهلة سهلة بزاف سهل منها ما كين بالنسبة الاخوات المبتدئات جربوا بهالطريقة هذي بعينكم مغمضين صافي هنا بالنسبة الاروز كنخليوه كما قلت لكم عشر ديال دقيقة حتى كيتشرب ديك الجوش كيسان ديال الما اللي كارت شوبه من بعد كارتدو الكسكاس كيف ما كاتلاحظو يتبخر تبخيره الثانية اللي هي التبخيره الاخيرة لمدة ايضا ديال خمسة وعشرين دقيقة هنا بالنسبة الكوكوت من بعد ما حليت عليها من بعد ما طابولي عفوان ديك طريفة ديال الدجاج ايضا الجزر غادي نجهد عليها النار فاد المرحلة وغادي نخلي ديك المريقة يعني كتلبن وكتوقف ايضا بالنسبة الكوكوس من بعد ما بخرتو التبخيره الثانية اللي هي تبخيره الاخير رح يتم الكسكاس ووضعت له هنا واحد جوج معلق كبارين ديال السم اللي ما متوفراش عنده سم البلدي ديال البقر يمكن لكم تديرو جوج معلق ديال الزبدة مهم على حسب اللي متوفر عندكم كان عندكم سمن غيكون احسن وافضل السمن صار حسن كي اعطيك واحد الماضاق واعر بزاف من بعد ما كان وضعت ديالك الجوج معلق ديال السمن سفيك نحاول انه نيلبسو كله ديال السمن يعني الاروز ديالي كله ويتلبس ديال السمن هنا راني كنوريكم شوفو معي ماص الله كي يجي كما قلت لكم حبة على اختها ممع الجنش واعر بزاف طيب ما شاء الله وفاش كنديرولو هات السمن كيعدك واحد الماضاق واعر واعر بزاف اخواتي خاطر صراحة كيشي سفيك نبق نحرك بحلاكك حتى كيدوبوليدك طريفة ديال السمن ومن بعد غادي ندوز ان شاء الله باش غادي نوضعو معاكم في صحن التقديم شكرا من بعد هنا خديد سحن فن غادي نقدم الطبق ديالي وهو الحاجة غادي نوضع هو الاروز من بعد ما تلبس لي بدك تجج معلقة ديالسمن كيفما لاحظوا معيها في الصورة لاحظوا معي الاروز ديانا كيفاش يجي طايب وكيجي ازبدا كيفما قلت ليكم وحبا على اختها غادي نوضع الاروز بهالطريقة هادي انتوما اخواتك كيفما تلاحظوا معيها في الصورة من بعد ما وضعت الاروز هنا غادي نوضع ديالجازار او زرودية غادي ندورهما كاف الجنيبات بالنسبة للمريقة صراحة كنخلي واحدة كتختار يعني حتى كتوقف كتجي واحد المريقة خاترة وملبنة والديدة بزاف كيفما سبق وذكرت معاكم بكلكم تديروا واحد جوج وريقة ديالسيدنا موسيلة كانوا عندكم انا صراحة غير نسيتهم كيعدو واحد منكها واحد الماضاق واعر بزاف من بعد ما كنضيف الجزر او الزرودية عليها تشكل من بعد كنناخدك طريفات ديال الدجاج وكنضيفهم حتى هما عليها تشكل هذا سفيو كنبقى نستف عفون في الطبق ديالي عليها تشكل كيفما كتلاحظوا معيها في الصورة وهذا وشكل النهائي ديال الطبق ديالنا كيفما كتلاحظوك يجي واحد طبق اللي رائع جدا لديد ما غديش تشبعوا منه إلا جربته إن شاء الله بهذه الطريقة هذي وأيضا إلا جربته الروز يعني مبخر بهذه الطريقة عمره إن شاء الله بباقي مازال غدي حشمكم فانتمنى من أخوتي إخواتي أنها تكون نالت إعجابكم هذ الفيديو ونوصفة ديالي وما نتمنى إلا عجبتكم طبيعة الحالة وجربتوا هات بارتاج والفيديو مع أخوتكم وصحابكم ومع أكثر الناس التي تعرفوه فضلا وليس أمرا إلا كتشدادوا لأول مرة كتشدادوا للفيديو ولكتشدادوا للقناة فكنا نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتكم معلكم ما تشتركوا فيها وتشغلوا جرس باش بقوا توصلوا بكل ما هو جديد ما تشغلوا شعر لي بلي لايكات ديركم تعرفكم زوينة المفرحة اللي كتفرحني بزف وإلا بقين كتشدوا الفيديو حسنا بقنا نقول لكم شكرا بزف على الحسن المتابعة وبسلام عليكم مع فيديو جديد ووصفات جديدة إن شاء الله بسلام عليكم اشتركوا في القناة